الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد إخواني الكرام وأخواتي الكريمات حديثي إليكم في هذا اليوم عن أهم المبادئ التي يجب مراعاتها في تكوين المجتمع المسلم وهذه المبادئ كثيرة ومتنوعة دل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية لكنني سأكتفي بذكر بعضها مع الإشارة إلى عوائدها وفوائدها وآثارها الإيجابية على سلوك الفرد والمجتمع وهذه المبادئ على سبيل الإجمال أولاً الالتزام بالعقيدة ثانياً الالتزام بالأخلاق ثالثاً الالتزام بالعبادات رابعاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خامساً تنظيم المعاملات وفق أحكام الشريعة سادساً تطبيق الشريعة الإسلامية وسأتكلم في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى عن الثلاثة الأول منها وذلك على النحو التالي أولاً الالتزام بالعقيدة الإسلامية إن مما يفخر به المسلم ويعتز به ويجعله شامخ الرأس عالي الهمة أنه لم يخضع إلا لمن يستحق الخضوع وهو الله جل في علاه لأنه سبحانه صاحب الفضل المطلق وهو المتصرف في الكون فلا غرابة أن يدعوه الإنسان ويتوجه إليه ويخافه ويرجوه وينيب إليه ويستعين به ويستغيثه لأن الله تعالى هو القادر على كل ذلك والالتزام بالعقيدة الإسلامية يحقق للفرد والمجتمع فوائد لا يمكن حصرها ومنها على سبيل المثال والاختصار أولاً حصول الأمن في الدنيا والآخرة قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وكذلك الهداية إلى الصواب والطريق المستقيم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم ويقول تعالى في حق الظالمين الظالين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم كما أن الالتزام بالعقيدة يتطلب أن يكون المسلم دائم الذكر لله تعالى وذكر الله الدائم يمنع من الوقوع في العمل القبيح حتى ولو وقع المرء في ذلك فإن ذكر الله يدفعه إلى الرجوع والإنابة يقول تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون العقيدة الإسلامية تجعل الحياة هانئة طيبة يقول تعالى من عمل صادحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة أيضا الالتزام بالعقيدة يحقق العزة للمسلم ويحفظ كرامته قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وأيضا فإن من المعروف أن الأفراد والجماعات لا يسلمون من أزمات تمر عليهم وهذه الأزمات تحتاج إلى ثبات وقدرة على المواجهة والمؤمن بإيمانه وإخلاصه يثبته الله ويعينه ويدافع عنه قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أما المبدأ الثاني فهو الالتزام بالأخلاق الإسلامية والإسلام أعطى الأخلاق شأنا عظيما وقدرا عاليا ولم يجعل الإسلام الأخلاق في يوم من الأيام من قبيل الكماليات التي قد يستغني عنها الأفراد والجماعات لا بل هي من كمال الإيمان وهي ضرورة من الضروريات التي لا يمكن تصور الحياة بدونها ولا يمكن لصاحب البصيرة النافذة والفكر الثاقب أن يتصور مجتمعا بلا أخلاق إن الالتزام بالأخلاق في المجتمع المسلم نابع من تعاليم الدين فهي دين والفرد المسلم يلتزمها دائما عن قناعة أما في غير المجتمع المسلم فالالتزام بالأخلاق قد يكون نابعا من الأعراف والعادات والتقاليد وعادة ما يسهل على الفرد التخلص منها هذا هو الفرق الجوهري بين الالتزام بالأخلاق في المجتمع الإسلامي والمجتمعات الأخرى ولو استعرضنا نصوص القرآن والسنة رأينا أن الإسلام تعرض لمجموعة كبيرة من الفضائل والأخلاق ودعا إلى الالتزام بها لما لها من تأثير كبير في استقرار المجتمع هذه الأخلاق منها ما يتمثل في القيام بعمل معين كالوفاء بالعهد والعفو واحترام الحقوق والحياة والعدل والرحمة والتسامح وغير هذا كثير ومنها أيضا ما يتمثل في الانتهاء عن عمل شيء كالابتعاد عن الكذب والتسلط والغدر والاستغلال والمماطلة والغش والخداع والخيانة وغير ذلك إن الالتزام بالأخلاق يرفع من قيمة الإنسان يرفع من قيمة الإنسان ويبعده عن الرذائل ويؤدي إلى استقرار المجتمع أما إذا نزعت الأخلاق من المجتمع فإنه يصبح أشبه بالمجتمع الحيواني أو الغابة المليئة بالوحوش فتسود الفوضى وتعم الإضطرابات في المجتمعات المبدأ الثالث من مبادئ المجتمع الإسلامي الالتزام بالعبادة قال الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ والعبادة طاعة الله تعالى والخضوع له والتزام ما شرعه من الدين والبعد عما نهى عنه واشتناب ما أمر باشتنابه وهذا ما يدفع إلى فعل الخير والبعد عن الشرور والآثام وبذلك تسهم العبادة في تكوين شخصية المسلم المستقلة والعبادات أنواع كثيرة ولكل نوع منها تأثير كبير في سلوك الفرد والمجتمع وهنا ينبغي التنبيه على أن بعض الناس يظن أن تأثير العبادات مقتصر على الفرد نفسه وهذا فهم خاطئ بل إن الأمر أكبر من ذلك بكثير فللعبادات أثر بارغ على الأفراد وعلى المجتمعات فمثلا الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام لها فوائد لا يستطيع المسلم حصرها في هذه العجالة اليسيرة ومنها على سبيل المثال أن بقاء المسلم نظيفا طاهرا في أغلب ساعات اليوم والليلة له دور في بقاء الجسم خاليا من الأمراض سليما معافا وبالتالي في بقاء المجتمع قويا سليما صحيحا منتجا أيضا في استقبال المسلمين للكعبة في الصلاة ففيه معنى كبير من معاني التآلف ووحدة الكلمة كذلك في الوقوف صفا واحدا في الصلاة الأمير والوزير والصغير والكبير والغني والفقير هنا تبدو المساواة في أسمى معانيها أيضا من المعلوم عندنا أن صلاة الجماعة واجبة وهذا يؤدي إلى اجتماع المسلمين في مكان واحد مرات متعددة في يوم واحد وهذا من شأنه أن يقوّر روابط الاجتماعية وينشر الإخاء بين المسلمين كما سيأتي بيانه إن شاء الله في وسائل تقوية الروابط الاجتماعية من العبادات كذلك الزكاة ولها فوائد كثيرة تعود على الفرد والمجتمع بالنفع والخير العميم ومنها أنها قررت مبدأ التكافل الاجتماعي وهو المبدأ الذي نجح الإسلام في تطبيقه نجاحا حقيقيا كما أنها تربي الفرد على البذل والتضحية وفي الزكاة أو للزكاة تأثير كبير في منع الجريمة وانتشارها كما أن للزكاة دور كبير في إزالة الأحقاد والسخائم من نفوس الفقراء على الأغنياء مما يحول تلك الأحقاد والسخائم إلى محبة وألفة هذه بعض الآثار الإيجابية في هاتين العبادتين فقط وقل عن العبادات الأخرى مثل ذلك وأكثر كالصيام والحج وغيرها اللهم اجعلنا لك عابدين ولك شاكرين والحمد لله رب العالمين